اشتركوا في القناة وحاولت الهجوم الإرهابي على مطار أبهى بعد تعرض ميليشيات الحوث الإيرانية لخسائر فادحة بالأرواح والعتاد مع وصول المقاومة الوطنية إلى مشارف مدينة الحديدة ومع تلقيهم لضربات متتالية في معقلهم الرئيسين في صعدة أو على جبهة الساحل الغربي يلجأ الانقلابيون إلى شن هجمات عادة ما تكون غير مؤثرة على السعودية إما عن طريق صواريخ تتصدى لها دفاعات المملكة أو طائرات دون طيار يتم إسقاطها ترجمة نانسي قنقر شكرا